في أخبار سرة داخل النادي الأهلي أنه محمد عبد المنعم هيشارك فيه اللقاء من بدايته فيه أنه أحمد عبد القادر هيشارك في المباراة من البداية أن محمد شريف هيشارك في المباراة من البداية وأنه تشكيلة النادي الأهلي بدأت تظهر يعني على وشك مسيماني يعلن أنه علي لطفي هيحرص مرمى النادي الأهلي يظل محمد هاني في الجانب الأيمن ويظل علي معلول في الجانب الأيسر ويلعب في القلب محمد عبد المنعم خلاص تأكدت مشاركته وغالبا ياسر إبراهيم هيلعب بي حمدي فاتحي خلاص برضو موضوع أصبح شبه محسوم وهيلعب بأليو ديانج حديث الناس هنا الحقيقة من اللعيبة الممتازين هيلعب رأس حربة محمد شريف وهيلعب بي أحمد عبد القادر دول أدي واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة بيتبقى الجنبين دول هنا اللي فيهم كلام بالنسبة للنادي الأهلي هيشتغل بمين من الجنب الشمال وهيشتغل بمين من الجنب اللي مين دا اللي لسه النادي الأهلي بيفكر فيه أو دا اللي لسه بيتسو مسماني بيفكر فيه هل يفاجئ الجميع مثلا بالبدء بوليد سليمان خاصة انه ما بينزل بشكل جيد بيبقى بشكل جيد هل يستمر بعمر السلية ويقدم شوية أحمد عبد القادر ويلعب بسلاشة في وسط الملعب بحمد فاتحي وقاليو ديانج وعمر السلية ودي مهم هجومية شوية لعمر السلية فيه يعني حاجات كتيرة جدا لسه الناس بتحسبها هتشوف الدنيا عاملة ازاي تعرفين ايما اشرف موقوف بعد ما حصل على الكارت الأحمر ومجدي أفشا كمان موقوف بعد ما حصل على انذارين وده نادرا الحقيقة ما يحصل مع أفشا في الدوري كله لكن الغريب انه حصل معاه في مباراتين في كأس العالم يعني من خلال الحلقة برضو هقدر اقول لكم مين اللي ممكن حيلعب في الجنب اليمين والجنب الشمال هل الرجل حينقلها إلى 4-3-3 ولا هيخليها 4-2-3-1 ولا 4-3-2-1 كلها أفكار في رأس بيتسو موسيماني لم تصل في النهاية إلى الشكل النهائي لتشكيلة الفريق ان شاء الله اللي كلنا بننتظر هذا اللقاء وبنتمنى على الله سبحانه وتعالى انه النادي الاهلي بإذن الله يكون عنده حسن الظن كابتن خطيب كان هادئ جدا في كلامه اليوم لم يعد يعني بمكافآت زي ما الناس قالوا لأنه في ليحة في هذه البطولة لكنه وعد بالمسندة وبالمعذرة المعذرة